السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بهاء هنبدأ الدورة بتاعتنا Solidity from Zero T Expert هنحاول ان احنا بقدر الامكان نغطي كل تفاصيل لغة Solidity بعمل امثلة اكترا جدا نحاول يعني نوصل بقدر محترم في اللغة دي للي ما عرفش لغة Solidity هي اللغة المستخدمة في الاثيريا من Network عموما هي اللي انت تطيب بها Smart Contract طبعا هنعرف دلوقتي ايه هو Smart Contract طبعا بس انت قبل ما تبدأ شايف Solidity لازم تبقى انت عارف يعني ايه Block Chain هتلاقي فيه دورات موجودة على الويب سايد بتاعنا بتشرح Block Chain وبتشرح Crash Courses ومعظم الحاجات عشان تعرف بس ايه الفرق ما بين البيتكوين نتورك الاثيريوم نتورك السولانا نتورك حاليا الاكسار بي نتورك المهم فيه كذا نتورك من اشارهم طبعا البيتكوين ثم الاثيريوم الـ Smart Contract ما هو الا بيبقى موجود في الشبكة بتاعة الاثيريوم بيشتغل بناءا على الشروط اللي انت كاتبها فيه يعني على سبيل المثال لو احنا مثلا بنعمل Contract أو Class بيسمى Smart Contract موجود لما الشخص يحول فلوس من حساب لحساب فالمفروض انت بتبقى كتب الشروط اللي بتتأكد ان الحساب اللي هيتحول منه وفيه الرصيد اللي ينفع يتحول والحساب التاني ده اصلا موجود عشان الفلوس ما تروحش في الهوا عموما فهذا هو ملخص الـ Smart Contract اللغة اللي بنتب بيها في هي Solidity فهنبدأ نتب ونتعرف دي لغة برمجة زيها زي C++ تقدر تشوف الـ Documentation بتاعها موجود هنا .soliditylang.org.eng هي Solidity دي طبعا هي Object Oriented Programming يعني وبعادي و High Level Language لغة من خلالها يعني هي زي C++ بتكمبيل ونقدر من خلالها نعمل اي حاجة انت عايزة ماشي؟ فهنبدأ مع بعض نتعرف على كل حاجة من اول وهنتعرف على المشهورة وهنشتغل برضو على ان احنا هنعمل كريبتو كورنسي كود نبدأ نستخدمه برضو هنتكلم على عموما عشان خاطر موضوع برضو شوي في هنتعلم حاجات نوعا ما حاجات اللي في لقوه بي كل ده نمحتاجه منك دلوقتي انت تبقى عارف يعني ايه وهي وايه هو الاثيريا وعموما وده كلها هتلاقي فيديوهات كتيرة موجودة لها هنشرحنها وبعد كده هنبدأ بقى المرة الجاية نبدأ نبص طبعا انت عشان تشتغل تكتب لغة تقدر تستخدم الريزي والستوديو كود وتنزل فيه اكستنشن ده طبعا هنجيله في وقت الملاوات بس حاليا عندنا اثيريا من نفسهم مقدمين لك اونلاين اي دي اي اللي هو الريميكس طبعا هقولك هو ليه اونلاين لانه مختلف شوية عن مرحلة كتابة الكود بتاع سولادتي او سمارت كونتراكتو عموما بتمر بكزا مرحلة فانت بتحتاج بتعامل زي ما هنشوف المرة الجاية هنتعرف على الاي دي اي ده فهنوقف هنا المرة دي ونتعامل المرة الجاية ونتعرف ايه هو الاي دي اي وايه هو ريميكس عموما ونرم برضو حتة صغيرة كده من كود جاهز مش لازم تفهمه المهم بس عشان تشوف المراحل اللي بيمر بها المفروض اللي سمارت كونتراكت اللي انت بتعمله انتظرونا في المحاضرة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته